هذه صورة إسحاق نيوتن العالم الرياضي والفيزيائي ذائع الصيت وهذه صورة جوتفريد لايبنز الفيلسوف والرياضي الألماني الشهير ليس بشهرة نيوتن لكن ربما يجب أن يكون مشهوراً كان معاصرة لإسحاق نيوتن كان هذان العلمان المؤسسين الحقيقيين لعلم التفاضل والتكامل وقام بجزء من عملهما أو الجزء الأهم من عملهما في أواخر القرن السابع عشر أما هذا فهو أوسين بولت الذي ما زال يقوم بأحسن آداء له في مطلع العام 2012 إنه أسرع رجل في العالم ومن الأرجح أنه أسرع إنسان على مر العصور قد لا تكون قد عرفت بعض أصير بين هؤلاء الرجال الثلاثة وقد لا تعتقد بوجود شيء مشترك بينهم ولكنهم كانوا جميعاً مهوسين بنفس السؤال الأساسي الذي يتعامل معه علم التفاضل وهو ما هو معدل التغير الآن لشيء ما في حالة أوسين بولت يكون السؤال ما هي سرعته الآن ليس السؤال عن سرعته الوسطية في آخر ثانية أو سرعته في آخر عشر ثواني من السباق ولكن السؤال هو ما هي سرعته في هذه اللحظة إذن هذا هو الهدف من التفاضل والتكامل معدل التغير اللحظي إن التفاضل أو بحسب تسمية نيوتن فلوكسيانس إنه يبدو اسماً أكثر جاذبية ما هو إلا التساؤل حول الذي يحدث في هذه اللحظة ولنفكر كيف أنه ليس من السهل جداً أن نجيب عن هذا السؤال بواسطة الجبر لنرسم مخططاً بيانياً هنا لنقل على هذا المحور على هذا المحور لدينا المسافة d من distance هي المسافة إذن لنقل y تساوي distance كان بإمكاني القول d تساوي distance ولكن الحرف d محجوز لذلالة أخرى في التفاضل سنقول أن y هي المسافة وعلى هذا المحور يمكن أن نقول أن t هي الزمن ولكني سأقول أن x هي الزمن x هي الزمن فإذا أردنا أن نرسم المسافة التي يقطعها osin bolt بالنسبة للزمن حسناً في الثانية صفر كان ما يزال في مكانه فهو هنا ونعرف أن هذا الرجل قادر على قطع 100 متر خلال 9.58% من الثانية وبعد مرور 9.58% ثواني نستطيع أن نجزم أنه قطع 100 متر باستخدام هذه المعلومات بإمكاننا أن نجد سرعته الوسطية بهذه الطريقة سرعته الوسطية تساوي تغير المسافة إذن سرعته الوسطية تساوي تغير المسافة مقسوماً على تغير الزمن وباستخدام المتغيرات هنا حيث رمزنا للمسافة by وهذا هو تغير y مقسوماً على تغير x من هذه النقطة لهذه النقطة وهذا شيء قد يكون غير غريب عنكم هذا هو الميل بين هاتين النقطتين فيما لو كان هناك خط مستقيم يصل بين هاتين النقطتين وإذا كان لدي خط يصل بين نقطتين هذا هو ميل ذلك الخط تغير المسافة هو هذا تغير y يساوي 100 متر والتغير بالزمن هو هذا إذن فتغير الزمن يساوي لـ 9.58% ثانية نبدأ من الصفر ونذهب إلى 9.58% طريقة أخرى لنفكر بالموضوع هي المقابل على المجاور ربما قد سمعت هذا في دروس الجبر سيكون هذا مساوياً لـ 100 متر مقسومة على 9.58% ثانية الميل أساساً ما هو إلا معدل التغير أو بإمكانك تصور الموضوع كمعدل التغير الوسطي بين هاتين النقطتين وسترى أنك إذا حفظت على الوحدات ستعطيك وحدة سرعة هنا ستكون متجه سرعة أيضاً إذا حددنا الاتجاه أيضاً ومن الممكن أن نحسب هذا دعوني أحضر الآلة الحاسبة دعوني أحضر الآلة الحاسبة على الشاشة إذن نريد 100 متر خلال 9.58% ثانية إذن فالنتج حوالي 10.4% تقريباً 10.4% والوحدة هي متر في الثانية متر في الثانية وهذه هي السرعة الوسطية والذي سنراه بعد قليل هو كيف أن السرعة الوسطية تختلف عن السرعة اللحظية وحتى أعطيكم فكرة أوضح عن قيمة هذه السرعة دعوني أحضر الآلة الحاسبة مرة أخرى هذا بالمتر في الثانية وإذا أردت أن تعرف كم متراً في الساعة هناك 3600 ثانية في الساعة لذا سيكون بإمكانه أن يقوم بقطع هذا العدد من الأمتار مضروباً ب3600 ثانية إذن فهذا هو عدد الأمتار في حال حافظ على سرعته هذا هو عدد الأمتار التي يمكن أن يقطعها في الساعة وإذا أردت أن تقول كم ميلاً في الساعة يقطع تقريباً يوجد 1600 متر في الميل ولا أعرف الرقم الدقيق لكن تقريباً 1600 متر في الميل لذا دعونا نقسم على 1600 كما ترون الناتج هو أكثر بقليل من 23 ميل حوالي 23 ميل ونصف في الساعة هذا تقريباً دعوني أكتبها هكذا هذا تقريباً 23 ونصف ميل في الساعة 23 ونصف ميل في الساعة لننزل لأسفل قليلاً ميلاً في الساعة بالنسبة للسيارة فهذا ليس بسريع لكن بالنسبة لي فهذا سريع جداً لرؤيتي كيف أن هذه القيمة مختلفة عن السرعة اللحظية دعونا نفكر في الرسم البيان المحتمل للمسافة التي يقطعها خلال الزمن لن يتمكن من الانطلاق بهذه السرعة منذ البداية لن ينطلق فور سماع الصوت المسدس لن ينطلق فوراً بسرعة 23 ونصف ميل في الساعة يجب عليه أن يتسارع ففي البداية يبدأ ببطء سيكون ميل المنحنى أخفض قليلاً من الميل الوسطي سيكون بطيء ثم سيبدأ بالتسارع ولذلك فإن سرعته وكما ترون الميل هنا يزداد حدة أكثر فأكثر وربما عند الاقتراب من النهاية سيشعر العداء بقليل من التعب ولذلك فإن مخطط المسافة بالنسبة للزمن سينحني سيبدو شيئاً كهذا ما حسبناه هنا هو فقط متوسط الميل خلال هذا التغير في الزمن بإمكاننا أن نرى في أي لحظة أن الميل الحقيقي مختلف حقاً في البداية كان معدل تغير المسافة بطيئاً ومن ثم هنا يبدأ بالتسارع هنا يبدو أن معدل التغير سيكون تقريباً أو بإمكانكم تصور الفكرة كميل للمماس في هذه النقطة تبدو أعلى من سرعتها الوسطية ومن ثم يبدأ بالتباطؤ مرة أخرى ليصل إلى قيمة السرعة الوسطية 23.5 ميلاً في الساعة ولقد بحثت عن سرعة بولت اللحظية إن أعلى سرعة لحظية يصل إليها هي في الحقيقة قريبة من 30 ميلاً في الساعة فالميل هنا قد يسوي 23 ميلاً في الساعة ولكن لحظياً أسرع نقاطي هي هذا 9.58% ثانية هي أقرب إلى 30 ميلاً في الثانية إن هذا ليس شيئاً ثانوياً بإمكانك القول حسناً دعني أقرب الميل هنا أو بإمكانك القول ما هو التغير في Y على التغير في X هنا بإمكانك القول دعني أخذ تغيراً على X وأستنتج ما هو التغير المرافق لها على Y أو عندما نقطع هذا نحصل على هذا ولكن هذا سيكون مجرد تقريب لأنه كما ترى ميل هذا المنحنى يتغير بشكل مستمر لذلك فإنما تريد أن تفعله حقاً هو أن تعرف ما الذي يحدث معك كلما قل مقدار التغير على X أكثر فأكثر كلما قل مقدار التغير على X أكثر فأكثر سنحصل على تقريب أفضل أكثر فأكثر التغير على Y سيصبح أصغر فأصغر لذا فالذي تريد أن تفعله هو سوف نخوض في هذا في العمق لاحقاً تريد أن تأخذ النهاية عندما دلتا X تقترب من الصفر دلتا X تقترب من الصفر عندما تقترب دلتا X من الصفر نأخذ نهاية التغير في Y مقسوماً على التغير في X وعندما تقوم بذلك فإنك ستقرب ذلك التغير اللحظي للتغير بإمكانك تصور ذلك كميل اللحظي في تلك النقطة من المنحنة أو ميل المماز لتلك النقطة من المنحنة أو باستخدام الصلاح التفاضل والتكامل فسنقول له المشتقة إذن فالميل اللحظي هو المشتقة والرمز الذي نستخدمه للمشتقة هو DY على DX ولهذا قمت بحرز الحرف Y كيف يتعلق هذا بكلمة تفاضل بالإنجليزية differential إن DY هي تفاضل DX هي تفاضل ومن الممكن أن نفكر بهذا كالتالي تغير متناهي بالصغر في Y على تغير متناهي بالصغر في X وبأخذ تغيرات فائقة في الصغر في Y و X فإنك ستحصل على الميل اللحظي أو في مثالنا هذا ستحصل على سرعة أوسين بولت في تلك اللحظة ولاحظ لا يمكنك أن تستخدم تغيراً مساوي للصفر إذا استخدمت تغيراً في X مساوي للصفر فستحصل على غير معرف لا يمكنك القسمة على الصفر بل تستخدم النهاية عندما يقترب التغير من الصفر ستتعرف على هذا بعمق أكبر في الفيديوهات القادمة أراكم قريباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر